موسيقى هذا البرنامج في رعاية سيما السعودية للمعلومات الاعتمانية مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من حساب شخصي في هذه حلقة نتناول موضوع المهن والحرف كيف يمكن لها أن تصبح مصدر عمل أو مصدر رزق للكثير أستضيف في هذه الحلقة الدكتور علي بن صالح العنبر وهو المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وأيضا المهندس سعيد القحطاني وهو المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية قبل أن نبدأ هذه الحلقة نتابع هذه الأخبار الاعتمانية توقع التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن يوفر قطاع السياحة في المملكة حوالي 841 ألف وظيفة مباشرة وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015 إضافة إلى مليون ومئتي ألف وظيفة مباشرة ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020 وأكد التقرير أن عدد الوظائف المباشر التي دعمها القطاع السياحي في السعودية عام 2011 وصل إلى 670 ألفا بارتفاع نسبته 5.9% مقارنة بعام 2010 قالت وزارة العمل السعودية أنها تستهدف من إدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها 9 عمال فأقل ضمن برنامج نطاقات تستهدف إحلال المواطنين مكانة العمالة الوافدة في القطاع الذي يضم 340 ألف منشآة وأشار حطاب لعنزيل المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن قطاع المنشآت الصغيرة في السعودية بوضعه الحالي بعد أن سيطرت عليها العمالة الوافدة مقابل عدام توظيف السعوديين يكشف عن خلل هيكلي كبير في السوق مضيفا أن هذا القطاع راعي رسميا لعمليات التستر التجاري قال صندوق التنمية العقاري في السعودية أن إقرار القرض المعجل ما زال رهينة الإجراءات والمخاطبات بين الصندوق ووزارة المالية وأكد محمد العبداني مدير عام الصندوق العقاري وجود أكثر من مليونين واربعمائة ألف طلب قرض سكني في قائمة الانتظار من المواطنين بمن فيهم المتقدمون من خلال الإنترنت مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة عن المهن والحراف قبل أن نبدأ الحلقة نتابع هذا التقرير عن المهن والحراف في المملكة في ظل احتياج المجتمع السعودي للمهن والحراف اليدوية والصناعية وما يمكن أن تسد به فجوة البيطالة المنتشرة بين الشباب إلا أن تلك المهن تجد رفضا كبيرا لأسباب اجتماعية وقبلية بينما يرفع الدين الإسلامي من قدر تلك الحرف والمهن وينادي بتوطينا نخبة من رجال المجتمع الرواتب المتدنية في سوق العمل كان شيء نظرة المجتمع لهذه الوظائف الدنيئوية تجعلهم يعزب كثير من الشباب أنهم لا ينتجوا لهذه الوظائف أول شيء هو العمل في هذا المجال أول شيء هو مشعب بالعكس هو شيء بدايته عبارة عن شرارة ساعة في تطور البلد فأنا شخصيا اشتغلت حداد ونجار اشتغلت الشغلتين بيدي رغم أني أنا مهندس بس اشتغلت فيها بيدي في الفيلد في نصف مجال العمل في الموقع ويرى مراقبون أن غياب قوائم بأصحاب المهن والحرف وعدم التعريف بهم لدى سوق العمل هي من أبرز الأسباب ورى معاناة المهنيين والحرفيين السعوديين في حصولهم على فرص عمل تتناسب مع خبرات مقدرات من حقيقية مع الحاجة إلى ألاف العابلين من أصحاب المهن المختلفة وفي جميع التخصصات دون استثناء أنا ما أعتقد أنها من الانصاف في مجتمع زي المجتمع السعودي في اقتصاد زي الاقتصاد السعودي اقتصاد ينمو اقتصاد قوي اقتصاد كبير الناس تحصل على رواتب جيدة أطمح أن يكون السعودي سباك والعامل أنا أتوقع أنه هذه رغبة رغبة ولا يجب أن أفرض على المواطن السعودي أي مهنة طالما المهن موجودة قريبا حيتشبع سوق العمل بمهن كثيرة وحيجد الشخص نفسه مضطر لبعض الوظائف اللي هو الآن يرفضها في حين تعتزم جهات حكومية إلى طرح مبادرات للارتقاب المهن والحراف في عدد من المناطق السعودية وذلك من أجل تحفيز العاملين للحصول على الاستفادة من جميع التجارب التي تؤدي إلى تطوير مهارات من خلال التدريب والإرشاد والدعم المادي ألا محدود مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة عن المهن والحراف لساب شخصي في البداية مهندس سعيد ودي تعطيني أول شيء نبذى عن موضوع البرنامج الوطني لتنمية الحراف والصناعة الوطنية ودي تعطيني تصور وصورة كاملة عن هذا البرنامج من وين يبدأ من يشرف عليه إيش استراتيجية وإيش أحداثه بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم أستاذ راشد على تحت الفرصة لنا في هذا البرنامج لإلقاء بعض الأضواء على هذا البرنامج الهام والواعد الحقيقة في اقتصاد المملكة العربية السعودية في الواقع لو رجعنا خمسين سنة للخلف لو وجدنا أن الحرف اليدوية تزاول في كافة الهجر والمناطق بالمملكة ولكن مع التطور الاقتصادي والنهضة الاقتصادية التي حصلت حصل هناك توقف نسبي لإنشغال معظم المواطنين بأنشطة اقتصادية أخرى ولكن لا تزال الحرف موجودة عندما تأسست الهيئة العامة للسياحة والآثار ومبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار دعت الجهات ذات العلاقة بالحرف وهي تقريبا حوالي 11 جهة ما بين وزارات ما بين مؤسسات حكومية عامة لدراسة موضوع الحرف فتبين أنه قطاع هام اقتصادي واعد ولكن مشتت بين العديد من الوزارات لذلك اجتمعت اللجنة لجنة وزارية طبعا شكلت مجلس الدارة الهيئة وأقرت إعداد استراتيجية شاملة لهذا القطاع الاستراتيجية الحقيقة شارك فيها مجموعة كبيرة من الخبراء من الداخل والخارج ومن الحرفيين ومن متخذي القرار في الجهة ذات العلاقة استكملت هذه الاستراتيجية ورفعت إلى مقام الدولة وصدر فيها قرار مجلس الوزراء قبل 9 أشهر تقريبا تحديدا في منتصف العام الماضي بإيجاد ما يسمى البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية هذا البرنامج الحقيقة يعني يتولى كافة القضايا ذات العلاقة بالحرف والصناعات اليدوية في المملكة مثل إيش عشان نصير شوية عمليا في الواقع عندنا تقريبا حسب تصنيف الاستراتيجية طبعا مرتكزة على دلائق العلمية يعني حوالي 45 صناعة أساسية تحديدا مثل صناعة النسيج بفروعة كافة السجاد والكرشيه والسدوى صناعة التطريز صناعة المنتجات النباتية وصناعة النحاسيات وصناعة المنتجات الخشبية الحقيقة كل صناعة من هذه الصناعات يتفرأ منها كم هائل من المنتجات يعني لما نقول صناعة الخشب يعني فيها كم هائل مثل صناعة الأبواب الخشبية صناعة النوافذ صناعة المجسمات الخشبية أوكي طيب بعد ما حصرتوها وبين 11 جيه حكومي 45 صناع وإلى آخره الهدف هو الشو؟ الهدف طال عمرك لتنظيم إدارة هذا القطاع كالغرض أن يسهم في الاقتصاد المحلي كتراث ولا كصناعة؟ كصناعة اقتصادية واعدة يساهم فيها الشركاء ذوي العلاقة بكل من اهتمامه في الواقع بيّنت الدراسات اللي عملتها الهيئة في مشاركة الشركاء إن هذا القطاع يخضع لرقابة وتنظيم الدولة في كافة الدول عندنا وعند الدول المتقدمة لغرض أساس الحقيقة هناك بعض السياسات بعض الأنظمة اللي يحتاجها الحرفية العملة في هذه الصناعات فإدارة هذا البرنامج الحقيقة يشرف عليها لجنة يعني يرأسها سمو الأمير سلطان تسمى اللجنة الإشرافية للبرنامج وأعضاها من وكلاء الوزارات في الأحد عشر وزارة التي تم الإشارة لها أو التي لها علاقة ذو الوزارة الشؤولة الاجتماعية وزارة العمل وزارة اقتصاد والتخطيط وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات بالإضافة للموسل عمل التعليم التقني إضافة إلى ثنتين من الجمعيات ذات العلاقة بالحرف الإدوية واثنين من المستثمرين في القطاع الخاص اللي لهم اهتمام بالقضاء هذه اللجنة الإشرافية الحقيقة هي اللي تدير عمل هذا البرنامج ومن بعد هناك الحقيقة المشرف العام على البرنامج وهو زميلة سعدة الدكتور علي العنبر المشرف على البرنامج وهناك الحقيقة توجه ورؤية واضحة على البرنامج لغرض أن يكون لدينا منتج حرفي مميز يستطيع أن ينافس ويحتل مكانه على أرفف التسويق أمام المشتري طيب خلق بس عشان كأشركة الدكتور علي دكتور علي الاستراتيجية المدى الآن نجاح أو نقول بدايتها هل تشوف الآن هي حقيقة الأهداف المرسومة لها وماشى بالطريق الصحيح أنها تبدأ تكون على أرض الواقع الحقيقة بالنسبة للأستراتيجية مثل ما ذكر الأخ المهندس سعيد الكحطاني عمل عليها مجموعة من الخبراء المختصين من داخل المملكة ومن خارجها ونحن حاليا في البرنامج الوطني قبل تقريبا ستة شهور بدأنا بعمل على أرض الواقع الاستراتيجية نطبقها كما جاءت عندنا مجموعة من المشاريع على أرض الواقع حاليا نقوم بالعمل فيها مع المؤسسات الخيرية مع الجمعيات الخيرية مع المؤسسات ذات العلاقة وأيضا مع بعض اللجان الأهلية المتخصصة بالحرف والصناعات اليدوية هذا بالإضافة إلى فروع السياحة بجميع مناطق المملكة كل فرع من فروع السياحة لديه مجموعة كبيرة أو قائمة بالأحرام من الحرفيين اللي احنا جالسين نطبق معهم العمل الهدف نعم انتوا تعلمونهم ولا هم يجوون تعلمون وانتوا تطورونهم احنا حاليا نعطي حقيقة خلفية إضافة للي ما ذكر السعيد القحطاني احنا عندنا في المملكة مقومات للتراث الحرفي عالية الجودة سابقا الحرف هذه معظمها كانت تؤدي وظيفة محددة في جميع عنحاء المملكة يعني كل حرفة من الحرف الموجودة سابقا كانت تؤدي وظيفة على سبيل المثال حرفة المحراث حرفة الحراثة حرفة الزراعة حرفة في البيت التي هي المنسوجات الأزياء الاخرى هذه الحرف كانت تؤدي وظيفة محددة وظيفة وظيفية بالأحرام لكن لم تكن الحرف لتأدية وظيفة جمالية كما هو معروف في بقية الدول أي هدية ذكارية هدية ذكارية نحن حاليا نحاول العمل لتطوير المنتج الحرفي أصلا الموجود الذي يعكس تراثنا الذي يكون قابل للبيع وقابل للشراء من قبل السائح أي تحويل المنتج الذي كان يؤدي وظيفة محددة إلى هدية قابلة للشراء من قبل السائح عندنا كثير من المشاريع أعطيك مثال مراكز الإبداع الحرفي التي ستنتشر في جميع أنحاء المملكة أيضا عندنا الأعمال الحرفية في القرى الترافية أيضا عندنا الأعمال من خلال الجمعيات الخيرية النسائية كل جمعية من الجمعيات الخيرية لديها عدد كبير جدا من الحرفيات أو بالأحرى الأسر المنتجة التي تقوم بالإنتاج سواء داخل الجمعية أو من خلال بيوتها لدينا اتفاقيات حاليا أقبناها مع وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا مع وزارة العمل وأيضا مع وزارة الثقافة والإعلام هذه الاتفاقيات من ضمن محاورها التي هي تفعيل الحرف والصناعات اليدوية سواء الحرف اليدوية القاسية أو اللينة أو مع وزارة الشؤون الاجتماعية الأسر المنتجة هذه الجهات الحكومية لدينا برنامج يفعل حاليا على الأرض الواقع الاستراتيجية في نظري كتب لكن حاليا نحن جالسين نقوم بأعمال تطبيقية على أرض الواقع مهندس سعيد الآن مسألة الحرف هذه خلنا ندخل شوية عمليين الآن كيف نقدر نشرك المواطن والشباب والنساء في هذا الموضوع كيف سيكون فيه تمازج ما بين دوركم كبرنامج وطني وما بين أن أستطيع أخدم الناس وأفيدهم من هذا العمل كيف سيكون عميلة يعني أي أن كان مكانه في أي مكان من أجزاء المملكة هو المستهدف الأساسي لنا لتنمية هذا الإنسان وتطوير مهاراته حين دورنا الحقيقة في البرنامج من 10 ساعات الدكتور يعني إدارة هذا العمل والتواصل مع الحرفيين الأفراد التي في يدهم صناعة ومن ثم رفع مهارتهم عن طريق برامج تدريب منظمة وعن طريق الممارسة بما يسمى بالتتلمث يعني وتحسين المهارات هناك الحقيقة جيل آخر له النشأ اللي هو طبعا الفتيات والشباب الذين لديهم مواهب خاصة وممكن تنمية مواهبهم فالواقع لدينا نستهدف الحقيقة كافة المواطنين المهتمين أول أول ممكن يعني أقلمت يعني رغباتهم لتطوير هذه المنتجات وش الأالية طيب الأالية بارك الله فيك يعني نحدد لهم الأسس العامة يعني نبحث يعني على وجه الدقة ما هي هواية هذا المواطن يعني ما هي رغبة الأساسية مثلا لدينا في شمال المملكة هناك بعض الأسر وبعض الفتيات الذين أو اللاتي لديهن رغبة في مزاولة السدو مع أمهاتهم ولكن ينقصهم الخبرة العالية في تطوير هذا المنتج تقنية كتقنية وكصناعة ماهرة بذلك نستهدف الحقيقة إلى إعطاء رسائل واضحة بآلية التطوير كيف يتم العمل طبعا السيدة أو معظم السيدات يعني يشتغلون في النسيج ولكن شغل يعني أو عمل يعني لا يتوافق مع موطة طلبات السوق السوق اليوم صار يعني سوق منافس ولا يرغب يعني المشتري الذي تكون القطعة أو المنتج الأمامه مطور لشراءه لذلك حنا دورنا في البرامج الحقيقة توجيه هالفئة من الناس لغرض أنهم يحسنوا مهاراتهم يعني هناك الحقيقة حقيقة بس أضيف حاجة للأخ سعيد الذي يتفضل فيه نحن عندنا سيكون حرفي ماهر حرفي ماهر من داخل المملكة يعني نختار الحرفي الماهر الذي يتقن إنتاج المنتج الحراء اليدوي ماهر بالإضافة للحرف الماهر هذا سيكون هناك مجموعة من السيدات الأقل مهارة أو الشباب الذين يرغبون بتعلم حرفه الحرف الماهر هذا نعم الحرف الماهر هذا يجلس ويقوم بتنفيذ المنتج اليدوي والإضافة إلى الحرفيين الآخرين الراغبين أو الأحر الشباب أو الشابات الراغبين بتعلم هذه الحرفة بعض الحرف بعض الحرف حقيقة وجدناها هنا في المملكة لا يوجد لها حرفيين مهر لا يوجد عندنا حاليا برنامج مثل إيش هذه نعم مثل حفر على الخشب بدقة مثل الطرق على النحاس مثل التكفيت بالمعادن اللي هو تطعيم مثلا نعطيك مثال الخشب يطعم بالنحاس بقذبان النحاس ويطعم بالفضة ويطعم أحيانا بالصدف ويطعم أحيانا بعظام الإبل هذه أنواع أو الزجاج النفخ طريقة الزجاج بالنفخ المعروفة في دول أخرى فنحن نحاول نتجه اتجاهين الحرف الموجودة في المملكة الذي يقوم بها حرفيات أو حرفيين مهرة يكون معهم مجموعة من الشباب والحرف التي لا يتقنها الحرف السعودي نجلب من الخارج نحن بعض الحرفيين الذين سنقوم بإجراء زيارة ميدانية لمجموعة من الحرفيين المهرة من خارج المملكة وأيضا المصممين لزيارة المملكة والتعرف على تراثنا بعد التعرف على تراثنا نجلبهم مرة ثانية إلى مراكز الإبداع الحرفي إلى القرى التراثية يجلسون مع مجموعة من الحرفيين الشباب أحمن نعم مهندس سعيد الآن المملكة ما شاء الله قار كل منطقة فيها تتميز منطقة الجنوبية تتميز بمهن وحرف منطقة الشرقية البحر إلى آخرها طيب هل أنتم رأيتم هالتباين هذا؟ الحقيقة هذا تنوع ونعتبره تنوع إيجابي مثل ما تفضلت كل منطقة تتميز بصناعة تفوق فيها المكان الآخر مثلا عندنا مثل ما أشرت صناعة الخناجرة والجنابي في منطقة نجران تفوق غيرها من المناطق وهذه طبعا لها ارتباط بالعادات والتقاليد وبعض المناسبات الاجتماعية لذلك هناك مجموعة من حرفيين المهرة ينشطون في هذه الصناعة نأتي مثل ما أشرت إلى سواحل المملكة سوى الشرقية والغير هناك بعض الصناعات المرتكزة ومرتبطة بالبحر لصناعة السلال لصناعة القوارب الخشبية وما إلى ذلك الحقيقة أنا أعرف الصيادين السبك عندهم مشاكل والغرفة التجارية في جدة تبنتهم قصة طويلة نعم هذه بعض المعوقات الحقيقة ولذلك الحقيقة البرنامج الوطني للحرف والصناعة الذي يحاول التواصل مع الشركاء في تيسير والتقلب على هذه المعوقات الحقيقة أرجع إلى قضية اقتصاديات المنتج وهل هو مجد اقتصاديا طبعا الصناعة هذه كصناعة هي تدخل في ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي بمعنى هي صناعة أفراد ولذلك كل فرد يعمل ويتميز ممكن مجموعة من الحرفين يكونوا مع بعض شركة أو تعاونية وهذا مثل ما هو سائر في بعض الدول وبالتالي كلهم منتاج والسبب الحقيقة لرخص المواد الأولية التي يشتغلون عليها طبعا أنا الحقيقة عندي نموذج هنا يعني ممكن يعني نسترشد فيه هذه الروماتريال حقها فقط رمل طبعا هي منتجة خارج المملكة لكن أنا وردت هنا لغرض الاسترشات طاجستان نعم طاجستان نعم خارطة من الرمل وملون يعني طبعا عندنا تلال هائلة وصحاري كبيرة من الرمال غير مستغلة للأسفل ممكن بعض الأفراد المتميزين المغبين يأخذون بعض الرمال مثل هذا الشكل ويعملون بعض الألوان مثلا خارطة المملكة خارطة حي معين وتبع كهدايا وكتورة نتوقف مع فاصل طالله شهد الكرام فاصل ونعط